وجيت في سنة كانوا لغوا المرحلة السنية بتاعتنا فرجعت نادي المعادي لعبت سنة في نادي المعادي 14 سنة لعبت سنة في نادي المعادي بقى مع الكابتن شيك والله رحمه ده كان من الناس المشهورة جدا في نادي المعادي وطلع جمال عبد الحميد طلع نجوم كبيرة من المعادي يعني كان فيه كابتن ضياء السيد من المعادي كان فيه كابتن أحمد العجوز نجم الإسماعيلي من المعادي كان فيه كابتن جمال عبد الحميد من المعادي بس والسنة دي لعبت موسم واحد بس ورجعت تاني النادي الاهلي بعدها أكملت بقى في النادي الاهلي تاني لما رجعوا المسابقة بتاعتنا رجعت ورجعت بقى لعبت مع الكابتن عدل طعيمة وبعد كده دخلت بقى منتخب مصر ناشئين تحت 16 سنة كان الكابتن طاقب بصري ساعتها بعد كاس الأمم 86 طلبوا من الكابتن طاقب بصري أنه هو هيمسك منتخب 16 منتخب 16 ده بدأ يكونوا ودخلت بقى أنا فيه كان معايا وليد صلاح الدين بقى وهيسن فاروق ومجموعة كبيرة يعني مش عايزة أنسى وطرق سليمان ويحيا نبيل مجموعة كبيرة يعني وليد صلاح الدين وجمال مساعد يعني مجموعة كبيرة ومحمد رمضان الصغير بتاع الترسانة بس وبعد كده تدركت بقى في فرق الناشئين وكده لغاية الفريق الأول عبت بقى مع الكابتن عدل طاقيمة عبت مع الكابتن أحمد عبدالباقي بشكرهم كلهم بساعة كابتن فاتحي مبروك مسيكنا تحت 18 سنة وتدركت بقى في المنتخبات برضو عبتوا منتخب 16 مع الكابتن طاقل عبتوا منتخب 19 مع الكابتن هاني مصطفى ربنا ادي له الصحة كابتن هارلا أرحمه طبعا وبعد كده جي كابتن محمود سعد بقى ربنا ادي له الصحة مسيك منتخب الأولمبي وكابتن جوهري كان مشرف على المنتخب كان مسيك منتخب أول ومشرف على المنتخب الأولمبي ترجمة نانسي قنقر